بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه إذا كانت ليلة القدر الله سبحانه وتعالى أعطاها مميزات وخصائص إلا أن من هذه الخصائص الدعاء في هذه الليلة المباركة والدعاء في ليلة القدر له مكانة عن غيره من الليالي الدعاء في البداية فيك عبادة هي عبادة عظيمة يعني صلة بينك وبين الله عز وجل تخاطب وتناجي فيها ربنا سبحانه وتعالى وهذه العبادة العظيمة لها فضل ومكانة أكبر في شهر رمضان ومكانتها أكبر وأكبر في ليلة القدر العبادة دي الدعاء في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك هذا الدعاء كهدية أو كجائزة للصائم أن دعوة الصائم تستجاب في هذا الشهر الكريم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حين يفطر وفي رواية أو حتى يفطر فدعاء الصائم حين فطره دعاء مستجاب ولكن الدعاء في ليلة القدر عبادة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها يعني لو أنا عرفت ليلة القدر هي أي ليلة بالضبط أنا أعمل إيه وأقول إيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى عبادة هذه العبادة هي الدعاء فيقول لها نبينا صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والدعاء المأثور هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مش معناه إنه ده الدعاء الوحيد اللي تدعي بي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة لا الدعاء هذا يعني دعاء جامع لكل خير فادعوا بهذا الدعاء وادعوا بما شئت وما أردت من دعوات اطلب من ربنا سبحانه وتعالى كل شيء تريده اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ما تتمناه وما ترجوه فقط ارفع يديك إلى الله عز وجل واطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريد واطلب من الله سبحانه وتعالى ما تظنه محالا بعقلك وقدرتك واطلب من الله عز وجل أن يرزقك ما تريد وأن يقياك ما تكره اطلب من الله سبحانه وتعالى ما ترغب وارفع يديك إلى الله عز وجل وكن وثيق الصلة بربنا سبحانه وتعالى واعرف إن الدعاء من أهم شروط استجابته إنك تكون صادق في دعوتك وإنك تكون واثق في إن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك ما تريد فوق ما تريد بل وسيعطيك الخير الذي تبغاه وسيعطيك الخير في الوقت الذي يحدده الله عز وجل وفي الوقت الذي يراه الله سبحانه وتعالى مناسبا لك بل في الوقت الذي تراه أنت مناسبا لك هذا أن تستجاب لك هذه الدعوة قد يكون ليس هذا هو الذي يلائم حالك وقد يكون ليس هذا الذي يناسب حالك فاطلب من الله وفقط وانتظر الخير وانتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار في هذه الأيام المباركة وأن لا يحرمنا فضل وأجل شهر رمضان أن يغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وأن يحفظنا وبلادنا وأهلينا من كل سوء ومن كل شر اللهم أمين اللهم استجب لنا دعاءنا واحفظنا يا ربنا من كل شر ومن كل مكروه يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته